قالوا كده قالوا أن العقيدة الأشعارية دي بدعة والأظهر الشريف والزيتونة والعالم الإسلامي كله أكسره أشعارة أو ما تريدية زي الأشعارة يعني ودول أهل السنة والجماعة الزيتونة جامعة الزيتونة نعم كل العالم أشعاري أو ما تريدي إلا قلة قليلة جداً ليه بتنتمي للطيار الوهابي أو الطيار السلفي بيقولوا ده بدعة وعقيدة الأزهر بدعة واللي بتدرسيها طلبة في الأزهر بدعة بنسألهم بدعة ليه قالوا أنه الكلام في العقيدة وإلهيات ونبوات وسميات ده ما كانش أيام النبي ولا أيام الصحابة بنقول لهم أول نقطة في الجواب إذن كل منظومة العلوم بدعة كل العلوم التي وضعها العلماء والمناهج التي وضعها العلماء للاستنباط وللتفسير وللحديث وللفقه وللأصول كل ده منظومة من البدعة نمرة اتنين إيه هي المسائل المبتدعة التي ذكرها الإمام الأشعاري أو ذكرها الأشعار أو التي تدرس في الأزهر الشريف الأزهر يدرس في العقيدة الله عز وجل متصف بكل كمال يليق به ومنزع عن كل نقص وله العلم المطلق والإرادة المطلقة والقدرة المطلقة وله السمع وله البصر وله الحياة وله الكلام هو متصف بصفات كمالية لا نهاية لها وكذلك الأمر لما تكلمنا في الرسل بأنه ثبت لهم الصدق والفطانة والأمانة إلى آخره والكلام في اليوم الآخر هتن مسألة واحدة ضعوا أيدينا عليها أنها خارجة في مذهب أهل السنة الأشاعرة خارجة عن الكتاب والسنة ونحن نتحداكم من هذا المنبر أن تأتوا بمسألة في العقيدة لم يأتي بها الأشاعر أهل السنة والجماعة من الكتاب ومن السنة قالوا إيه؟ أيوة أنتوا دخلتوا الأشعار دخلوا العقل والمسائل العقلية في العقيدة إذن نقول لكم هل أنتم تنكرون العقل الذي هو مناط التكليف؟ دا العقل هذا هو الذي يميز بيننا وبين بقية المخلوقات يا سيدي لولا العقل ما حسبنا الله يوم القيامة لولا العقل ما كلفنا الله ثم تعالوا إلى القرآن وقرأوا كم من آيات في القرآن تقول أفلا تعقلون أفلا تنظرون لأولي الألباب كل ذلك القرآن في أصله خطاب للعقل كيف أنتم تريدون أن تنحوا العقل؟ إذن أنتم تريدون أن يعيش الناس جمادات؟ هما بيقولوا أن الصفات الإلهية لم تثبت عن طريق العقل إنما ثبتت عن طريق النقل هذا سوف يأتي بعد لكن الصفات الإلهية منها ما ثبت بالعقل ومنها ما ثبت بالنقل ومنها ما ثبت بالعقل والنقل لكن نحن نسأل هل العقل دا مهضر؟ ابن الجوزي يقول وهو حنبلي يقول لولا العقل ما عرفنا الله لولا العقل ما اهتدى الإنسان وما عرف النبوة وما عرف كذا طب يا دكتور كده يعني أفسح لي بس لو تدي النقطة تانية عزل الأمر الثاني بدع ليه قالوا الأساليب الجدلية وكذا إلى آخر بنقولهم تعالوا إلى القرآن والسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي ناقش المشركين وناقش غير المشركين وناقش العالم وناقش الجاجل هل النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوبا واحدا في النقاش؟ طبعا لا إنما استخدم أساليب متعددة فهل هناك من يقول بأن الآلة الأسلوب الأداف النقاش تصب بالبدعة؟ ثم تعالوا إلى القرآن الكريم القرآن الكريم استخدم أدلة عقلية بيقول لنا في حاجة دليل فلسفي اسم ركحان الشيء من غير مرجح باطل بيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الله 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 يعني هل أنت جئت من عدم؟ هل أنت لخلات نفسك؟ هل أنت لخلات ولادك؟ هل أنت لخلات بناتك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ دليل عقل صرف ذكر القرآن وهذا الدليل العقلي وذكر القرآن ما يسمى ببرهان التمانع لو كان فيهما آلئة إلا الله نفسدتها وذكر القرآن دليل الحدوث هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورة وذكر القرآن ما يسمى بدليل العلة الغائية المبسوسة في الكون اللي هو النظام في الخلق والترتيب في الكون كل هذه أدلة عقلية فالقرآن خطاب عقلي من الدرجة الأولى هؤلاء المتسلفة يتهمون الأشعار بأنه استخدم العقل في دراسة العقيدة ومنسمى فيها عقيدة مبتدعة